كمان مبارح في المؤتمر تم التأكيد على الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية بما يضمن نزاهة وسلامة التصويت تجهزات اللوجستية وتم التعاقد على كمية الحبر الفسوري اللازمة لانتخابات الرئيسية 2024 مع مراعاة الشروط الصحية حرصا على المواطن دي المستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية ودي طبعا أنا بطرح على الرأي العام عشان برضو لها أولويات يعني الأقفال الباليستيكية والسنديق خاصة بالاقتراع والختم الخاص برئيس اللجنة والحقيبة اللي بيتم وضع كافة أوراق العملية الانتخابية والسواتر أثناء الاقتراع السري المباشر تم رفع كفاءة الطبعات الخاصة بعملية التأييدات عشان يتم السهولة واليسر ويدمعهمها بكافة الأحبار الاسكنارات دي خاصة بعملية ما يتم تقديم أوراق الترشح من ضمنها التأييدات فبيتم فحصها ومراجعة إذا كان فيه تأييد فيه أي أخطاء تم تكراره وفيه تزوير واقع عليه بيتم فحصها هذا بالسكنارات وتم رفع كفاءة دي أوراق العملية الانتخابية قدر المستع يعني بالإضافة للتأييدات والطباعة تم تجهيز مكان لتلقى أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية الانتخابات ده نزلنا تم تكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات ومحاكم الابتدائية وأبنية تعليمية وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وهما في حوالي عشر تلاف خمسة وتمانين مركز الانتخابية قواعد البيانات الانتخابية طبعا للعلم قاعدة البيانات الانتخابية هي ملك للهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحدثها كل فترة وتتم تحدثها من الأحوال المدنية ووزارة الصحة كل ما لديه بيانات تتعلق بالمواطنين بنحاول نتواصل وناخد عشان نحدثها أول بأول وتم تحديث فعلا قاعدة البيانات وبنبسها أول بأول على موقع الهيئة وكل من بلغت 18 سنة لها حق التصويت دي برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين على البيانات الانتخابية طبعا نرفع برضو كفاية البرامج عشان تتيح للمشرف على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات والجهات القضائية لاستعلام عن مقر لجنته واختاروا بيها بسهولة ويسر وكذا موظفين أعضاء اللجان هما من الجهاز الإداري بالدولة بروتوكولات التعاون والتفاقيات اللي تم إبرامها بمعرفة الهيئة الوطنية الانتخابات تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري وده حاجة كويسة نظرا لانتشار مكاتب البريد ووسائل الانتقال وسرعة وصول سيارات البريد لأماكن المقارات الخاصة بمكاتب الشهر العقاري لنقل اللوجستيات المتعلقة بها البرتوكول اللي تم مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القاومي لزوئي العاقة هو من الحاجات اللي أنا شخصيا سعيد بيها لأن أنا عرفت أن في حاجة في وزارة التضامن الاجتماعي اللي هو الرائدات الريفيات الرائدات الريفيات هم حوالي 15 ألف رائدة ريفية موجودة على مستوى الجمهورية كل رائدة ريفية يعني بحوزتها 400 أسرة إحنا المستهدف بتاعنا توعية وتسقيف المواطن فنستغل بالبرتوكول ده نوصل للبيوت عن طريق الرائدات وبنعمل دلوقتي تدريب مدرب عشان ندرب الرائدات على دور المواطن في مباشرة حق السياسية والمستهدف مش المواطن البالغ أنا بستهدف الطفل اللي هيكبر هو ده دوري أن أنا وعي ووصله عشان لما يطلع 18 سنة يبقى فاهم حقوق السياسية ومباشرتها المجلس القومي لزوي الإعاقة برضو بيمدينا بالمعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي عشان نقدر نوصل لزوي الإعاقة ونوفر لهم الأماكن المناسبة والإتاحة في مباشرة حقوق السياسية دلوقتي تم برضو مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة وافق على أن يتم البنك الأهلي وبنك مصر محددين وفقا للقانون يجب تحديد البنوك للمرشحين إداع حسابتهم الخاصة بالحملة الإنتخابية عشان نقدر نتبيحها ونرائبها ونعرف مصادر التمويل ومصادر الصرف بدون سرية حسابات لأن هذا وفقا للقانون فتم تحديد البنك الأهلي المصري وبنك مصر نمزج عمل الإنتخابات الرئاسية وقبل ما أبدأ هو طبعا ده مجهود زميلي في أعضاء الجهاز التنفيذي اللي أنا بشرف معاهم بالعمل ويعني دي صورة توسيقية للجروب بتاع العمل اللي أنا يعني بشرف بوجودهم معايا أو أنا وجودي معاهم البرامج التدريبية تعمل وعد خط التدريبية شاملة لكافة المشاركين العملية الانتخابية والجدد في هذه العملية من حيث أعضاء الهيئات والجادة القضائية المنضمين حديثا أو الموظفين الجهاز الإداري الذي لم يسبق لهم المشاركة بيتم أداد الدورة التدريبية لتعرفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجان طرق التواصل مع الهيئة ودي برضو لها شقين الشق الأولاني هو تكنولوجي خاص بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإلكتروني ده طوال العام ودون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية أما في حالة الاستحقاق الانتخابي أو وجود أي نوع من أنواع الانتخابات يتم تفعيل 141-51-51 وذلك لتأثير وصول الناخب للجنته عبر التواصل مع الخمس طرق